بعض الناس يسب الريح مع الاعتقاد أنها هي المؤثرة بذاتها شركة كبر يسب الريح مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لها هذا سفه ونقص في العقل يقول هذه ريح قوية شديدة عاتية قلعة الأشجار وخربت الديار إنا لله وإنا إليه راجعون خبر محظي جوز إذن أخذنا طيب ماذا تقول اشتقول يا أخي لو وجدت شيء يعني تعبت في هذا اليوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم استغفر الله تصلي على النبي صلى الله عليه تذكر الله وعند الريح اشتقول تقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به كما ورد في الحديث نعم